اتولدت في وسط عيلة مبتعرفش تتعامل غير بأيديها لازم اتضرب واتهان كل يوم من أبوي يا أخوات الصبيان ما كانوش بيحبوني خالص انت يا زفتة يالاسمك سهة خلي تعالي هنا مش انا قلتلك الشربات بتاعتي متستفش بالمنظر ده وكل اتنين تحطوا مع بعض انت بتستهبلي ولا ايه اوه القلم ده عشان يفقرك بعد كده لما اتطلعي شرباتي منع الحبل لازم تحطيهم هما الاتنين مع بعض حتيك القرف وانت مهملة وده كان اخويا كبير احمد اللي ضربني دلوقت عشان خاطر محططلوش الشربات مع بعض وده جزء من اللي بيحصل له كل يوم اعرفكو بنفسي انا سهة عند اتنين وعشرين سنة مولودة هنا وسط اخوات الصبيان ثلاثة صبيان وانا الوحيدة اللي بنت ابويا بيعملني معاملة جفة جدا عشان ربنا خلقني بنت مكانش في حد حنين في البيت ده علي غير اومي وبس بس هي يا حبيبتي كمان غلبانة ومسكينة زي كان ابويا برضو بيعملها جامد جدا وبيضربها دايما كان اول ما ابويا يصحى الصبح ينزل على طول على الانتري تحت ويقابل امي واول ما يشوفها يقول لها هي فان بنتك الزفتة دي مبتصحاش بادري ليه وانا لازم كل يوم الصبح عادة نادي عليها وصحيها انت يا زفتة اللي اسمك سهة انت يا بتي اللي اسمك سهة حاضر يا خوي انا هطلع صحيها على طوله بس عود انت بس كده والتاح واحنا هنحضر لك الفتار حاضر يا خوي يا حاضر غور يمشي صحيها يلا بيت يا سهة انت يا بيت ما تنزل يا بنتي يلا عشان نحضر الفتار سوى لابوكي واخواتك احسن ابوكي قارفني تحت انت بتعمل ايه هنا يعني هعمل ايه يعني يا ماما بروى القوضة بتاعي تحمل اصله ضربني وقال لي روى ايه القوضة قبل ما تنزلت حضر الفتار فكنت بعملها ونزل على طول حاضر يا ماما فبنزل انت يا حبيبتي معلش ما تزعليش انزل انت عشان ابوكي يشوفك تحت كده وحضر الفتار على مروى انا القوضة لاخوكي وخلاص معلش يا حبيبتي انت لسه بتفتكري تعمل البيض يا اختي كل ده بتحضر الفتار يلا روح انديه لاخوتك عشان نفطر سوى حاضر يا بابا حاضر انت يا زفتة اللي اسمك سهة فين كوب بيت الشاي ولبن بتاعتي حاضر هجيبها واجهة اهو انتك دي بطيقة اوي وريخي ما اوي ما عارف ان بشرب كوب بيت الشاي ولبن صبحة قبل منزل ما بتحضرهش من بدري ليه بعد كده اول ما تقومي من نوم تكون محضرين كوب بيت الشاي ولبن بتاعتي مش تروح تعمل الفتار وتروح تعمل القوضة تخوكيه حاضر يا مصطفى حاضر من عينيه بقولك ايه يا حاجة النهاردة جايلينا ضيوف مهمين نعايزك تنظف في البيت كده وتروقيه وتخليه على سنجة عشرة وتعمليني حلويات من عينيه ده من ده اللي يجي يا بابا نهاردة عندني ده شريكي يا ولاي احمد الحج محمود ما انت عارفو شريكي في الشغل جاي بقى وقال ان هو عايز تقدم لختك وانا قلت له اهلا وسهلا انت عارفو الراجل ده عنده كم ارض ده عنده يا ابن يجي عشرين فدان ده غاني اوي 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 ووحيد وملوش اي اخ ولا اخت يعني اللي هتتجوزه هيبقى يا بختها يا هاناها يا سعدها ايوه ونخلص بعمل بيت المقرفة دي بس ده قدبوها يا خوي انت هتجوزها واحد قدبوها وايه يعني اما تتجوز راجل قدبوها مش هيأكلها ويشربها وخلاص اوه انت لازم تعترضي على اي حاجة اوه انت متحبش الخير ابدا يجي كده ويعم علينا الراجل ده لو تجوزها هيبضل داخل خارج يجيب لنا فهدايا وحاجات حلوة في البيت ايه المشكلة بس ده حرام والله ليه تجوزوني واحد قدبوها او اكبر من ابوها كمان عشان ايه فلوس ايه ماه بابا ماعرف فلوسه مرتاح مدية ليه اتجوز واحد كبير كده هو انت كمان عايز يكون لك رأي ولا حاجة لما بيته ما تتكلمش في الحاجات ده خالص احنا اللي رجالة بس اللي نتكلم في الكلام ده انت تتكتب على طول ونقولك يمشي 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 تعود تعود والله ما انا عارف بنات اليومين دول امشي ياخت الجر يلا روحي ياخت على قطك روحي نظفي نفسك كده وصراحي شعرك وهندمي نفسك كده واللي عملك اي منظر في البيت وروح رواق القوض والسالون كده عشان لما يجي يقعد فيه الله شعرف انت كمان هتتدخل نجيب لك ايه ولما عايزة تتجوز اختي واحد زغير ليك نفسي يا اختي العبري مظلوم وماليش حق اتكلم ولا افتح بقري واقول انا عايزة ايه ومش عايزة ايه ما تزعلش يا حبيبتي والله ما عارفة اعملك ايه حتى الجواز ما انتش متهنية عليه ولا عارفة تختار شريك حياتك ابوك واخواتك حاكمينك في كل حاجة وانا مش قادر افتح بقري وانفتحت بقري بيدربوني مش عارفة اعملك ايه يا بنتي والله والله انا مكسوف وانا جاي اكلمك الكلام ده بس لما باليد حيلة هعمل ايه ماليش بيت تاني هروح له اواخدك ونروح فيه انا تعيبت اوي يا ماما تعيبت اوي وبعدتش عارفة اعمل ايه غصبا عني لازم اقول حاضر وطيب لازم اوافق على كل حاجة بطلبوها مني حتى لا امش قادر اقولها ولو قلتها هتضربوها تاني وبرضو هعمل اللي هم عايزين انا تعيبت في حياتي خالص يا ماما مات يلا ياولي انا عمالة قالب عليك الدنيا في البيت وانت عدالة هنا مع البيت يلا ياولي رح نضاف الصالون كده ونروى ايه كده بك وعرف وانت غوي النكد وهم حاضر حاضر يا اخويا نزل على طول وراك اهو حاضر وانت ياختي بتعيط على ايه انت كنت تقول لرجل زي دوت لا يا اخويا ما بتعيطش ده مفسوطة وبتقول اختيارك جميل وفي محله وان هي لازم تسمع كلامك لا يا اخويا ما بتعيطش ولا حاجة ما هي كويسة هي احنا نزلنا على طول نروى الدنيا اهو وهاتلينا بس ان معاك حاجة ساعة كده وعصير اشان الله مراجل يجي نقدم له اشتركوا في القناة